بسم الله الرحمن الضحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان الحمد لله رب العالمين جعل المسلمين إخوة متحابين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الناس تقوا الله تعالى واعلموا أن الله جعل المؤمنين إخوة متحابين من أول الخليقة إلى آخرها ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوه الرحيم وأنزل الله جل وعلا سورة الحجرات بيّن فيها كل ما يفسد هذه المحبة ونهى عنه وحذر منه قال سبحانه وتعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ إن جاءكم فاسق الفاسق هو الذي لا تُقبل شهادته ولا يُقبل خبره بسبب نقصه في دينه وارتكابه لكبائر الذنوب هذا هو الفاسق وأيضاً الذي ينقل الإشاعات وينقل الأخبار الكاذبة ويمشي بالنميمة ليشوش بين المسلمين ويفرق ما بينهم هذا فاسق والفاسق هو الخارج عن طاعة الله فهذا خارج عن طاعة الله الذي أمر بالمحبة والتواصل والاجتماع وقوله فتبينوا يعني تثبتوا من خبره هل هو صدق أو كذب فإن كان كذباً فردوه وإن كان صدقاً فلا تشيعوه ولا تنشروه بل عالجوه بالذي هو أحسن واكتموه إبقاءً على المحبة بين المسلمين وسدًا لباب الفتنة وردعًا للسعات المفسدين ولهذا قال أن تصيبوا أي لألا تصيبوا قوماً بجهالة تجهلون هذا الخبر وتؤاخذونهم وهم براء فتصبحوا على ما فعلتم نادمين على ما فعلتم من إصابة الأبرياء بناءً على هذا الخبر الكاذب والشائعة نادمين على ما حصل منكم ولا ينفع الندم بعد ذلك لأن القلوب إذا تدابرت فيما بينها وتباغضت لا يمكن ردها عما حصل فيها لا يقدر على ذلك إلا الله سبحانه وتعالى ثم قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرًا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكونوا خيرًا منهم كذلك السخرية بالناس تنقص الناس هذا مما يسبب التباغض والتنقص وازدراء الآخرين مع أن المؤمن له قدر عند الله ومكانة عظيمة لا يجوز انتهاكها ولا يجوز السخرية به وما يحرم على الرجال من ذلك يحرم على النساء والنساء أكثر وقوعًا في هذا أكثر وقوعًا فيما بينهن وهن أخوات في الإيمان فلا يتخذن السخرية وتنقص الأخريات حرفةً لهن فالله آمن أمر النساء بما أمر به الرجال لأن النساء شقائق الرجال ولأنهن إذا صلحنا صلحت الأسر والمجتمع وإذا فسدنا فسدت الأسر وفسد المجتمع لأنهن الأساس الذي ينبني عليه المجتمع ولأنهن ضعيفات عقول تؤثر فيهن الشائعات وتؤثر فيهن السخرية والتنقص لا يصفر قوم من قوم ولا نساء من نساء لأنه قد يكون المسخور منه خيرًا من الساخر وهذا هو الواقع فإن الذين يسخرون من الناس ويتنقصونهم لما فيهم هم من النقص العظيم وإلا لو لم يكن فيهم نقص لما تنقص الناس ثم قال جل وعلا وَلَا تَلْمِزُوا أَنْهُسَكُمْ اللَّمْزُوا أَنْهُسَكُمْ يعني بَعْضَكُمْ بَعْضَ لأن المؤمنين كالنفس الواحدة وإلا فالإنسان لا يلمز نفسه وإنما يلمز أخاه وأخوه من نفسه لأن المؤمنين كنفس واحدة كجسد واحد وكبنيان واحد وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ الألقاب جمع لقب وهو ما أشعر بمدح أو ذم فهذا نهي عن الألقاب التي فيها ذنب تنقص كالبخيل والجاهل وغير ذلك من العيوب حتى ولو كان الإنسان فيه شيء من ذلك فإنه يستر عليه ولا يبين ولا تنابزوا بالألقاب ثم قال جل وعلا بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان تسمى التنابز بالألقاب فسوقا بئس الاسم الفسوق والفسوق هو الخروج عن طاعة الله عز وجل بعد الإيمان دل على أن التنابز بالألقاب ينافي كمال الإيمان وينقص الإيمان ثم قال جل وعلا ومن لم يتب اعتبره ذنبا تجب التوبة منه ومن لم يتب من اللمز بالألقاب فأولئك هم الظالمون سماه ظالما لأن الظلم هو التعدي على الناس وبخص حقوق الناس فاللامس بالألقاب متنقص لحقوق الناس فالذي يتنقص أموالهم وهذا أشد من انتقاص الأموال انتقاص الأعراب انتقاص المنزلة انتقاص أشد على الإنسان من أن يفقد شيئا من ماله ولهذا نهى عن اللمز بالألقاب وسماه فسوقا ومنقصا للإيمان وأمر بالتوبة منه ومن لم يتب منه فإنه ظالم والظالم مصيره مظلم والعياذ بالله ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون ثم قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن الظنون هذه هي التي أيضا تؤثر على الناس أن تظن بأخيك سوءا والأصل في المؤمن العدالة والخير ولا تظن به إلا الخير ولا تظن به السوء اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن فيجتنب الكثير من أجل القليل لقبح هذا لقبح هذا الذنب اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم فكيف إذا كثر الظن السيء والعياذ بالله ثم قال جل وعلا ولا تجسسوا لا تتتبعوا عورات الناس الخفية لا تجسسوا على الناس استروا عليهم فإذا انتقدتم عليهم شيئا فناصحوهم سرا أما تتبع عورات الناس والتحدث عنها فالله نهى عن ذلك وفي الحديث من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته فضحه فضحه على رؤوس الأشهاد فإذا تتبعت عورات الناس فالله تظهرها وتنشرها فإن الله يتتبع عوراتك وهو أعلم بك سبحانه وتعالى وينشر مخازيك على الناس عقوبة لك أسأل الله العافية ولا تجسسوا ثم قال ولا يغتب بعضكم بعضا هذا من أسباب القطيعة ومن أسباب التفرق والتباغب الغيبة وما أدراك ما الغيبة بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله هي ذكرك أخاك بما يكره في مغيبه تتحدث عن ما يكره من أخلاقه تتحدث عنه وهو غايب في المجالس ذكرك أخاك بما يكره قال يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهدته يعني كذبت عليه فأمسك لسانك يا أخي عن الغيبة ثم بيّن ثم بيّن سوء الغيبة أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتة لو جيت إلى جنازة ميتة هل تستسيغ أن تأكل من لحمها لا يستسيغ هذا أحد نكروها الذي يغتاب الناس يأكل لحومهم أن يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتة فكرهتموه واتقوا الله لعلكم ترحمون وإذا حصل بين المسلمين إذا حصل بينهم فتنة أو انقسام فإنه يجب الإصلاح إذا حصل بينهم فتنة وقتال يجب الإصلاح وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما هذا هو العلاج الأول الصلح وقد قال الله جل وعلا والصلح خير والصلح هو تسوية النزاع بين المتنازعين حتى يرضى بعضهم عن بعض ويزول النزاع والشقاق ولسيما إذا كان نزاعا مسلحا فيه سفك للدماء فإنه يجب التدخل بالإصلاح فيما بينهم ولا نتركهم ولا نتركهم يتقاتلون بل ندخل في الصلح بينهم مهما أمكن ولو تحملنا أموالا في مقابل ذلك نصلح بينهم ثم الخطوة الثانية إذا أبت إحدى الطائفتين أن تقبل الصلح أبت أن تقبل الصلح فقاتلوا التي تبغي يجب على المسلمين أن يقاتلوا الفئة الباغية التي لا تقبل الصلح فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئة إلى أمر الله أي ترجع عما هي عليه إلى أمر الله فإن فاءت أي رجعت فأصلحوا بينهما بالعدل وأنصفوا أنصفوا المظلوم من الظالم وأنصفوا المخطى عليه من المخطي أصلحوا بينهما بالعدل وأقصطوا إن الله يحب المقصطين أي العادلين ثم قال جل وعلا إنما المؤمنون إخوة إخوة في النسب لا قد يكون هذا من أقصى الأرض ولا من أقصها ولا يعرف بعضهم بعض لكن الإيمان يجمع بينهم إنما المؤمنون إخوة في أي مكان فالمؤمن أخو المؤمن في أي مكان ومن أي جنس فالعربي أخو للأعجمي المسلم والأبيض أخو للأسود المسلم لا فرق بين المسلمين والمؤمنين لا في الأوطان ولا في الألوان ولا في النسب لأنهم أخوة في الإيمان جمع الإيمان بينهم هذه الأخوة الصحيحة أما الأخوة في النسب هي إذا تعارضت مع الأخوة بالإيمان فإنها ترفض الأخوة في النسب لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم فالمحبة إنما هي بالإيمان وحده لا بالأطماع ولا بالانحيازات والعنصرية الجاهلية إنما هو بالإيمان الذي منى الله به على عباده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءاً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بالآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على فضله وإحسانه وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس قال تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائلاً لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير خاطب الناس جميعاً بعدما خاطب المؤمنين خاصة خاطب الناس جميعاً وبين لهم أصلهم أنه خلقهم من آدم وحوى من ذكر وأنثى لا فضل لبعضهم على بعض في النسب كلهم من بني آدم وإنما الفضل بالإسلام والإيمان والخصال الطيبة هذا هو الذي فيه الفضل إن أكرمكم عند الله أتقاكم فلا يقرب عند الله إلا التقوى لا يقرب النسب ولو كان من أرفع الناس نسباً فإذا نهخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين ومن خفت موازينه فجهنم خالدون نسأل الله العافية فالنسب إنما هو في الدنيا فقط تعارف تعرف أنك من بني فولان لأجل الصلة إليهم لأجل الصلة بهم تصلهم ولأجل انضباط القبائل يعرف بعضها بعضاً أما من جهة أن النسب يرفع أو يخفض فليس له قيمة عند الله سبحانه وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون أين أنسابهم لهبت أنسابهم ولم يبقى إلا أعمالهم ولم يبقى إلا التقوى تقوى الله سبحانه وتعالى فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة ومن شذ شذ في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وارضى اللهم عن خلفائه الراشدين ألا إمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مستقرا وسائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم أصلح ولاة أمورنا وفقهم لما فيه صلاحهم وصلاح الإسلام والمسلمين اللهم احمي حوزة الدين اللهم احمي بلاد المسلمين اللهم احمي بلاد المسلمين من كل سوء ومكروه اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه واصرف كيده في نحره واكفنا شره إنك على كل شيء قدير عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتائذ القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقذوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون